طيب حبيبتي تقول لما أحقق هدف كبير تتوالى بعدهم فرص بقية الأهداف الكبيرة كيف أحاضر عن طاقة وقتها؟ صحيح بدون أدا شك أنه أنت لما تطيح تجي بعدها لما تجيك صدمة بعدها سبع صدمات ألا إذا ما لحقت بسرعة بسرعة ولما تطلع تضرب هدف بعدها أيضا مجموعة من الأهداف لذلك في الغالب إذا أنت خليت المركمة زي ما هي راح تمشي تطلع تطع يعني منت محتاج أنك تقلق هذا القلق هو اللي يربكها هذا القلق هو اللي يربكها في الوقت تخليها تمشي تمشي رايحة رايحة وبعدين بتروح مكان بعدين توقف ما توقف لأنه ذذباتك تغيرت لا لا يعني ممكن تضرب ثلاث أهداف مع بعض ممكن هدف واحد وبعدين خلاص تصير يعني طاقة كبيرة أو يصير هو مرة كبيرة فخلاص أنت تصير مشغول فيه لفترة ممكن ثلاث أهداف مع بعض ممكن ستة أهداف مع بعض لكن لما توقف ما يعني أنه أنت ذذبتك تلخبطت لا يعني أنه أنت صحنك ملياء خلاص أنت مشغول بهذه الأشياء قاعد تضبط قاعد ترتب قاعد تعيد قاعد تستوعب هذه الطاقة قاعد تستوعب هذا الحجم من الصورة ما نقدر ترى إحنا نروح على طول على طول على طول على طول على طول ما تقدر لازم أنت تتاخذ لك وقت ممكن أنك تصير من نفس المستوى يعني خلنا نقول تطلع بعدين تصير على نفس المستوى بعدين تطلع مرة ثانية بس إحنا بطبيعتنا بطيئين التغير واستيعابنا للهبوط وللارتفاع بطيء بطيء إحنا كبشر استيعابنا للهبوط بطيء واستيعابنا للارتفاع بطيء لذلك برضو نطلخبط نطلخبط لما يجيك كثير صدمات وربعات تطلخبط ولما تجيك كثير قفزات وربعات تطلخبط فا يعني ما المطلوب أنه أنت تسوي شيء وانت تطلع خلها كذا لأنه كل هدف يجي هو يجي معه شعوره ويجي معه طاقته وكذا لما يوقف اسمح ليوقف لأنه طاقتك معه تقدر تشيء فبتي مطلوب منك أن تسدد مسؤولياتك في هذه المرحلة وتضبط الأمور وبعدها تقدر يعني زي ما نقول تاخذ بريك خب نقول وبعدها تنتقل لمرحلة أخرى صديقتي تسأل تقول هل تتجلى النية بمجرد أني نويته؟ في الأثر اللي كل مرء ما نوى فبالتالي هي النية راح تتجلى طاقتها النية هي راح تطلع مدام شعرتها فهي مثل الكرة الثلج مدام حطيتها مدام سويتيها هي راح تظل تدور 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 لما تتطلع وش يطلع؟ هذه المفاجأة ما نعرف شيء يطلع هل يطلع؟ عندما ترضني قررت يوغى عريس فتدور أن يتجلى العريس ممكن أو تدور بعدين تتجلى قصة مضامة مع رجل أحبه مثلا أو مثلا تتجلى قصة صدمة قديمة تحتاج إلى تنظيف مثلا مع رجل مع أحد الرجال أو مع أبوك أو مع أخوك أو مع معتقد عن الرجال أو معتقد عن الجنس فأقول أوكي هذه هي النية لما تجلى الطاقتها فمجرد ما أنت تقول حطيت النية مجرد ما تشعل كذا جايك جايك عشان كذا خطورة النية أن أنت تنوي شيء وما هو من مستواك ما يناسبك مو من طريقك مو مستعد لهذا الشيء كلها ورطات لأن طاقتها كلها رح تتجلى كلها إذا ما تجلى فيها طاقتها رح تتجلى فبالتالي أنت يا تكسب يا تخسر ما في شيء تقول ماني خسرا خالني أحبت لا ما فيه أنت يا تكسب يا تخسر طي صديقتي تقول بعد حوس أو دروس وكفوف في 2021 نويت أغلق كل شيء وأرتاح فترة في الحياة ثم أبدأ من جديد بهدوء وتدرج هل مرحلة الحياة في وضع شيء كويس كاستراحة؟ ما في مانع مقبول وارد جدا لأنه حتى يعني طاقتك تحتاج إلى هذه الاستراحة لكن لا الطاولين لا الطاولين شيء تسأل تقول إذا كانت ما فيه النوايا هي الأهل المقربون كيف أحقق النوايا إذا كنت محاطة بنوايا معاكسة؟ هو لما أنا شرحت في ما فيه النوايا أنا ما قلت أنه أنت عندك نية ما قلت ما فيه النوايا هم اللي يزرعونها لدرجة أنها كأنها مخفية كأنها أنت مثلها أقرب ما يكون العلاقة المظلمة أنه الشخص يبدأ يعتقد أنه هذا صح فنفس الشيء أنت تعتقد أنه هذي نيتك هاي يطالع منك من جواتك من جسدك المشاعري لكن فيه فرق لما تكون أنت واعي ومنتبه وحاط نية بس هما عندهم رأي آخر أو عندهم نية أخرى بالتالي فيه نية هنا ونية هنا وهنا يصير التدافع لكن في الغالب إذا أنت تعرف النوايا صح نية تكتفوز نية تكتفوز على فترة يعني الأشخاص اللي فاهمين موضوع النوايا هم الأقوى على الأطلاق هم يعني هم هم الجبابرة في الحياة اللي فاهمين موضوع النوايا هم يعني هم اللي يفوزون طوال الوقت اللي يعرفون كيف يشعلون نية ويخلونها قوية ويخلونها مركزة يفوزون طوال الوقت طوال الوقت ما حد يقواهم حتى اللي يبدو أكبر منهم ما حد يقواهم ما حد حتى يعني تحس ما عنده أدوات وما عنده نية تكفي نية تكفي مدام موضوع خلاص أنا عندي ضمان لكل مريء ما نوع شعلها صح وركز خلاص ما حد يقدر كائنا من كان مين المعاكس هذا كائنا من كان ما يقدر ما يقدر مدام في نية قوية هي اللي تنتصر لكن ما في النوايا هو ما في نية أصلا قاعدة عكس هم يعني الخديعة عميئة لدرجة انك انت تعتقد ان هذي نيتك تعتقد انه او واو هذي نيتك هذي نيتك أصلا فبتالي ما تحطها على الطاولة ما تناقشها ما تفكر فيها ما تقفلها ما تحذفها بعض الأشخاص اللي برضو حالة من الحالات تكلمت عنها في كارم النوايا انه انت عندك نية وشخصة ثاني عنده نية فبتالي هو راح يحط طاقة نيته وراح يقول راح يتكلم راح يبذل جهده وكذا 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 انت عندنا دورك انك انت تعطي حجم لهذه الطاقة حجم لهذا الكلام تفتح توقعات تفتح احتمالات تفتح وعي لهذه القصص تحت صور تحت افكار تحت معتقدات فبتالي انت شعلتهم نية تكون انت شعلت تنتين انت شعلت نية وشعلت النية المعاكسة لانهم قالوا لانهم قالوا بس لما قالوا سوت اكس ما تميت ما زالت نية تك اقوى لما قالوا ما سوت اي صورة نية تك اقوى لما قالوا ما رجعت تسمع كلامهم وتسمع القصص وتسمع الاعادة اللي يقولونها ويكررون ونية تك اقوى فبالتالي يعني انت تملك كامل القوة انه نية تكون الاقوى امام الاخرين انت تملك هذا الشيء تملك لكن في الغالب احنا لي نسقط نوايانا لان نحط طاقتنا ونحط اذننا ونحط عيوننا ونحط اهتمامنا وانتباهنا لبره ريماس حبيبة تقول عمر عشرين سنة وتجلت لي اول مليون الله اكبر مبروك مبروك يا ريماس عمرها عشرين وتجلت اول مليون برابو عن طريق شخص معجب فيني بالعمل كيف اعرف نية الشخص اذا كانت خبيثة ام لا اوكي شخص معجب فيك ممرر لك المليون او اعطاك المليون اوكي طيب سؤالك هل هو خبيث ام لا السؤال اوكي قصدك بكلمة خبيث اعطيك اياها بلاش طبعا لا طبعا لا ما في مليون تمر من رجال بلاش ما نبغى نوصل لها المستوى من التفكير مليون ليش تروح مليون يا ماما ما في الف تمر من الرجال بلاش ما في الف تمر بلاش وابغى اروح مليون فما بقلك مليون مليون ما مرة تبلاش فما عرفش تقصدين بكلمة خبيثة ما عرف بس ما في شي بلاش ما في المليون هذي لها مقابل وانت اللي رح تدفعينه مقابل بس هذا مقابل هل هو يعني يناسبك ولا لن يناسبك ما عرف ما عرف لذلك انا انا لا ومن بهذا الفكرة اطلاقا يعني لو جيتيني قبل وقلت في مليون بتمر من عند رجال واعجب فيني بقولك خلي المليون عنده اذا كان الطاقتك فعلا طاقت كارما ثراء فبيجيك ميتين مليون مو مليون ميتين مليون بنفسك وبجهدك وبطريقتك بدون ما تجي من خلال هذا الرجال لكن انا انت بتدفعين دافعة دافعة ما في شي بلاش ترجمة نانسي قنقر